طيب اه كده خلصنا مع حضراتكم معظم يعني نتيجنا وجوالاتنا واخبارنا عن الدوريات طيب دلوقتي جي وقتنا مع قرع الدوري الابطال واللي فيها مواجهات نارية علشان يفكر حضراتكم اللي ما تابعش يتابع واللي ما عارفش يعني يعرف والغيب يبلغ الحاضر عن المواجهات النارية اللي هنقول لحضراتكم عليها طيب زي ما حضراتكم شايفين المباراة الاولى ما بين بروسيا دورتموند وفريس سان جرمان ريال مدريد امام منشستر سيتي واتلانتا امام فالينسيا اتليتكو مدريد امام فريق ليفر بول وتشلسي امام بايرن ميونيخ وليون امام اليوفنتس وفريق توتنهام امام لايبزيج واخيرا نابلي امام برشلونة اولى الجوالات هتكون يوم 18 فبراير و19 فبراير اما الجوالات اللي بعد كده هتكون يوم 25 فبراير و26 فبراير دي كلها المواجهات الاولى اللي هتكون على ملعب الفريق اللي موجود على ايد حضراتكم الشمال اما مباريات العودة هتكون يوم 10 مارس و11 مارس و17 مارس و18 مارس هنتابع معكم وهنعمل مع حضراتكم كده مصابقة صغيرة او توقعات يترى مين اللي تتوقع انه يفوز على الفريق المنافس في كل الجوالات ومين هو الاقرب هل ممكن يكون فيه مفاجآت هل ممكن نشوف فرقة كبيرة بتخرج من الجولة ال 16 فريق موجودين فيها قبل بلوغ دور التمانية او لا لا طبعا هنكتب مع حضراتكم من خلال صفحة قناة الاهلي ومن خلال صفحتيها الشخصية على الفيسبوك وعلى تويتر كل ده هنتابعوا مع حضراتكم دلوقتي كالعادة جيه وقتنا مع فقرة مهمة جدا فقرة الاحصائيات الرقمية وفقرة الجرافيكس علشان نتابع معاكم اخر الاخبار واخر الاحداث اللي موجودة على الساحة مش بنحب ان احنا نتكلم ونقول كلام من غير بصراحة يعني بشكر كل القائمين على العمل هنا في قناة الاهلي علشان خاطب بيتعابوا جدا جدا علشان يطلعوا لحضراتكم الشكل لحضراتكم بتشوفوه